عقدت سفارة الصين بالقاهرة مؤتمراً أشهدت فيه بأعمال التعاون المصري الصيني خلال زيارة الرئيس عبدالفتح السيسي إلى بكين والمشاركة في الاجتماع الوزري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربية وشهدت فعليات المؤتمر احتفالاً بالذكرى العاشرة لإقامة علاقات الشركة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر احتفاءاً بأعمال التعاون المصري الصيني جاء المؤتمر الصحفي لسفارة الصين بالقاهرة حول زيارة الرئيس عبدالفتح السيسي إلى بكين والمشاركة في الاجتماع الوزري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية أقامة العلاقة ديبروميسية مع الصين الجديدة ومهما كانت تغيرات دولية ظل هناك ثقة متبادلة وتعاون مخلص وتميع مشترك بين البلدين الفعاليات شهدت احتفالاً بالذكرى العاشرة لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر من خلال تكريم الفائزين في مصابقة الكتابة بعنوان من العصر الذهبي إلى العقد الباهر بصراحة هي المسابقة رائعة بكل معنى الكلمة أنا شاركت فيها بناء على ما عرفته في وسائل الإعلام أو فور إعلام المسابقة وهي بتكلم عن احتفاء بمناسبة مرور عشر سنوات على إبرامة فاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وفي ظل المتغيرات الدولية ركز المؤتمر على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني كما استعرض الأوضاع الإقليمية الجارية وخاصة الحرب في غزة والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع